اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المعدل الزمني لتغير المسيفة هو السرعة بينما المعدل الزمني لتغير السرعة هو العجلة تعتبر القوة كمية فيزيائية متجهة بينما الكتلة كمية فيزيائية قياسية مصار الحركة قد يكون مستقيم او منحني او كلايهما معا اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الاتين رقم واحد سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن او متحرك دي تبقى انهي نوع من انواع السرعة ممتاز السرعة النسبية رقم اتنين اكثر خط مستقيم بين موضع البداية وموضع النهاية الازاح ثلاثة كمية فيزيائية يكفي لوصفها تحديد مقدارها ووحدة قياسيها فقط الكمية الفيزيائية القياسية ممتاز تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم اخر ثابت بمرور الزمن الحركة ممتاز طول المصار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع البداية الى موضع النهاية طالما قلنا مصار فعلي يبقى اكيد هتكون المسافة ممتاز طيب يلا بينا نحل المسألة دي مع بعض عندما تسكت كرة مططية من ارتفاع 20 متر خدوا بالكو هي جاية من اعلى الى اسفل 20 متر دي اول يعني جزء قطع اول مسافة عن سطح الارض لاسفل ثم ترتد لاعلى لمسافة 10 امتار ارتدت لاعلى مرة اخرى 10 امتار ثم تسكت مرة اخرى لمسافة 10 امتار فكأنها رجعت لايه رجعت لنقطة الاصل تاني وتسكن على الارض احسب الازاحة الازاحة هتكون هنا كامل برافو هو ابتدى منين هو ابتدى من اعلى صح دي كانت نقطة البداية طيب وانتهى فين انتهى اسفل لانه هو ابتدى من اعلى لاسفل لاعلى لاسفل يبقى نقطة النهاية عندي اسفل طيب كده اقصر خط مستقيم ما بين البداية والنهاية هيكون ايه ممتازة هيكون 20 متر المسافة طبعا احنا عارفين المسافة هي المصار الفعلي يعني اي جزء هو قطعه يبقى ده هنصيغه مع بعض تمام هتبقى عشرين اللي هي الاولى وبعدين عشرة وبعدين عشرة الاخيرة اللي هو قطعه هتديني القيمة اربعين متر تعالوا نحل مع بعض المسألة التانية سيارة تتحرك بسرعة تمانين متر لكل ثانية زي ما احنا متعودين وإحنا بنقرأ المسألة بنكتب المعطيات ايه المعطيات اللي هو الدهالي السرعة الابتدائية بتساوي تمانين متر لكل ثانية استخدم السائق الفرامل لتقليل سرعتها فتناقصت بمعدل يبقى هي يعني السرعة الابتدائية كانت تمانين متر لكل ثانية ما قليش سرعة نهائية كام هي قال لي انها نوعها تناقصت بمعدل اتنين متر لكل ثانية تربية هنخش كلمة تناقصت بمعدل اتنين متر لكل ثانية تربية ونكتب ايه برابو عليكم كده العجلة كده هو مديني العجلة العجلة بتساوي ايه بتساوي ناقص اتنين متر لكل ثانية تربية ممتاز ليه ليه انا حطيت اشارة ناقص لأنها تناقصت يبقى هي نوع تناقصية طيب الزمن احسب سرعتها بعد مرور 12 ثانية طيب هو لما يقول لي احسب سرعتها بعد مرور 12 ثانية يبقى هو عايز مني السرعة الابتدائية والنهائية ممتاز عايز السرعة النهائية تمام طيب الزمن كام هنا 12 ثانية طيب ما أنا كتبت المعطيات صحيحة أنا كده ضامن أن المسألة بتاعتي هتمشي تمام جدا طبعا هكتب القانون الأساسي العجلة بتساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية مقسومة على الزمن وهنعوض عادي جدا وهكتب سالب 2 بتساوي النهائية ناقص 80 مقسومة على 12 النتيجة هتطلع ازاي هتبقى ناقص 24 زائد 80 بتساوي 56 متر لكل ثانية كده أنا جبت ايه جبت السرعة النهائية ليه السرعة النهائية أقل من السرعة الابتدائية تقول يا ميس لأنه هو قال لي تناقصت وطالما طلعت كده أقل يبقى أنا كده ماشي إجابتي صحيخة وما كانش ينفع تطلع أكبر طبعا لأن هي تناقصت في السرعة بتاعي بكده نكون ينتهينا من المجموعة الأولى من الأسئلة وراجعنا مراجعة سريعة على الوشدة الأولى تعالوا مع بعض نراجع على الوشدة التانية مراجعة سريعة خلال مجموعة التانية من الأسئلة أكمل رقم واحد تتكون صور الأجسام في المرايا بسبب ظاهرة ممتاز انعكاس الضوء طالما مرايا انعكاس الضوء على طول تمام الصورة يمكن استقبال على حائل أكيد الصورة الحقيقية بينما الصورة لا يمكن استقبال على حائل الصورة التقديرية ممتاز رقم تلاتة عند وضع جسم أمام مرآة تتكون له صورة تقديرية مصغرة أنهي نوع מرايا بتكون قدامه صورة تقديرية مصغرة بالضبط كده الصورة المرآة المحدبة طيب العدسة المحدبة نوعها ايه للدوق مجمعة للدوق بينما المرآة المحدبة مفرقة للدوق ممتاز نصف كتر تقور المرآة المحدبة يساوي بعدها البقري ضعف بعدها البقري علل العدسة المقعرة بقرتها تقديرية برافو لانها نقطة تجمع انتدادات الاشع المنكسرة طالما عدسة لازم تفتكروا على طول انها ايه منكسرة ممتاز رقم اتنين تكتب كلمة اسعيف معكوسة على سيارات الاسعيف ليه بقى حتى يراها سائق السيارات من خلال المرايا الموجودة لديهم معكوسة الوضع فتصبح بالنسبة لهم معتدلة فيسهل قراءتها ومساعدة ذلك طبعا زي ما انتوا عارفين في تجنب الطريق رقم تلاتة يعالج طول النظر باستخدام نظارة طبية ذاتة عدسة محدبة حتى تقوم بتجميع الاشع الصادرة من الجسم قبل وصولها لعدسة العين التي تقوم بكسر الاشع مرة اخرى فتلتقي الاشع المنكسرة في نقطة امام الشبكية وليس خلفها فتكون واضح طبعا تفكرين الجزئية دي وعارفين ان في الحالة في حالة طول النظر دايما بنستخدم ايه نظارة طبية ذات عدسة محدبة عشان تلتقي الصورة الاشع المنكسرة تلتقي امام الشبكية وليس خلفها اكتب المصطلح العلمي الدالع العبارات الاتين رقم واحد ارتداد الاشع الضوئية لنفس الوسط عندما تقابل سطحا عكسا طالما قلنا ارتداد على طولها تفكر ايه برافو انعكاس الضوء رقم اتنين عدسة يمكن استخدامها للحصول على صورة تقديرية معتدلة اصغر من الجسم دائما هتكون العدسة ايه منتاز العدسة المكارة رقم تلاتة مرض يسيب عدسة العين ويجعلها معتمة مرض ايه الكاتيراكت او المياه البيضاء منتاز نيجي للسؤال اللي بعده ما النتائج المترتبة على رقم واحد وضع جسم على مسائفها اكبر من ضعف البعد البقري لعدسة محدبة ايه اللي هيخصل بقى ايوة تتكون صورة حقيقية مصغرة رقم اتنين وضع جسم عند ضعف البعد البقري لمرقاة مكارة ايه اللي هيخصل طبعا تتكون صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم بكده نكون انتهينا من المجموعة التانية من الاسئلة اللي كانت مراجعة سريعة على الوحدة التانية يلا نبتدي مع بعض المجموعة التالتة علشان نراجع على الوحدة التالتة اكمل العبارات الات العالم الذي وضع نظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية فريد هايل برافو تخذت مجرد ضرب التبانة شكلها نقط شكلها ايه القرصي بعد حوالي نقط من الانفجار او من شدوس الانفجار العظيم بعد حوالي خمس تلاف مليون سنة من الانفجار العظيم رقم ثلاثة وحدة قياس الابعاد بين الاجرام السماوية هي السنة الضوئية اربعة من النظريات المفسرة لنشأة الكون نظرية الانفجار العظيم اكتب المصطلح العلمي الدالة على كل عبارة من العبارات الاتين رقم واحد نظرية تفترض ان اصل المجموعة الشمسية نجم كبير وهو الشمس نظرية ممتاز النجم العب رقم اتنين يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والاقمار والكائنات الكون اكبر نجم ممكن ان يراه الناس بوضوح على كوكب الارض برافو الشمس سؤال البعد علل لمعيتي رقم واحد تسمى المجرة التابع لها الارض بمجرة ضرب التبانة لان تجمع النجوم بها تشبه التبن المنثور رقم اتنين علل فقد استديم شكله القروي وتحول الى كرس مسطح دوار بسبب القوة الطاردة المركزية الناشئة عن سرعة دورانه حول محوره تمام جدا ضع علامة صح او خطأ امام العبارات الاتين رقم واحد النجم العابر هو اكبر نجم يمكن ان تراه من سطح الارض طبعا اجابة خاطئة ولكن النجم هو الشمس رقم اتنين تكون الكون من تلاحم جسيمات الاكسجين والنيتروجين اجابة خاطئة ولكنها هايدروجين وهل رقم تلاتة تحتوي المجرة على ملايين النجوم اجابة صحيحة رقم اربعة خلال دقائق من لحظة الانفجار العظيم كانت نسبة الهليم في الكون 25% اجابة صحيحة بكده نكون انتهينا من مراجعة سريعة على الوحدة التالتة يبقى معنا الوحدة الرابعة يلا بنا اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواص تتضاعف المادة الورصية في الطور البيني ولا التمهيدي ولا الاستوائي ولا الانفصالي ممتاز في الطور البين تختفي النوية والغشاء النووي اثناء الانقسام الميتوزي في الطور ايه التمهيدي رابع كل الفطريات التالية تتكاثر بالجراسيم مع عدى فطر يا ترى مع عدى فطر البنسليوم ولا الخميرة ولا عيش الغراب ولا عفن الخبز اكيد الخميرة ممتاز يتم التكاثر الخضري بواسطة كل مما يأتي ما عدى يا ترى الجزر ولا الساق ولا الاوراق ولا الامشاج اكيد الامشاج رابع لكن كل الباقي ده تكاثر خضري علل لما يأتي رقم واحد التكاثر اللاجنسي ينتج عنه افراد مطابقة تماما للفرد الابوي لان الافراد النتيجة تحصل على نسخة كاملة من استفاة الوراثية من الفرد الابوي نتيجة الانقسام الميتوزي رقم اثنين تلجأ الكئنات الحية الى القيام بوظيفة التقاثر لحماية افراد النوع الواحد من الانقراض اكمل ما يلي تتكون خيوط المغزل اثناء الانقسام الخلوي في الطول التمهيدي الامشاج المذكرة في الانسان تسمى حيوانات منوية الامشاج المؤنسة بينما الامشاج المؤنسة تسمى البويضات ممتاز من امثلة الكائنات التي تتكاثر بالتبرعم بطر الخميرة والهايدرا رقم اربعة تتكاثر البكتيريا بواسطة نقط الانشطار الثنائي جميل السؤال اللي جاي سوب ما تحته خط تحدث ظاهرة العبور الوراثي في نهاية الطور الاستوائي الثاني لا خالص اكيد الطور التمهيدي الاول ممتاز الامشاج هي منطقة اتصال كروماتيدين في الكروموسوم اكيد لا تكون السنترومير يتكاثر فطر الخميرة لا جنسيا بالتجدد اكيد لا يكون بالتبرعم جميل خالص اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الاتين رقم واحد اعضاء خاصة تحملها الفطريات وتحتوي على عدد هائل من الجراثيم برافو الحوافز الجرثومية احد اطوار انكسام الخلية وتترتب فيه الكروموسومات في منتصف الخلية طالما قلنا في منتصف الخلية هي هي معناها على خط استوائي الخلية وبالتالي ده اسمه الطور الاستوائي قدرة بعض الحيوانات على تعويض الاجزاء المفقودة منها ايوة التجدد رقم اربعة انكسام خلوي يؤدي الى تكوين الامشاج هيكون الانكسام ايه ممتاز الميوزي خلينا نبص للشكل اللي قدامنا ادرس الشكل المقابل ثم اجب عن الاسئلة الاتية ما اسم المرحلة برافو الطور البين واضحة جدا لان كل حاجة موجودة متى تحدث برافو في بداية الانكسام الخلوي طيب ما اسم المرحلة التي تليها الطور التمهيدي برافو ما اهم التغيرات التي تحدث في هذه المرحلة حكتين تضعف المادة الورصية وقيام بالعمليات الحيوية اللازمة للخلية قبل الدخول في الانكسام الخلوي بكده نكون انتهينا من مراجعتنا النهائية النهاردة اتمنى تكون استفدتم استمتعت جدا معكم كان معكم نرمين نادي سليمان اخصائي تنمية مهنية مستمرة بالوزارة شكرا لكم اشتركوا في القناة